الدورة التلتاشر الحقيقة الافلام اللي جات افلام كتير بعد ازمة كورونا كان فيه عدد الافلام الانتاج كان اقل المستوى كان فيه مشاكل الدورة ديت الحقيقة دورة مبشرة جدا تلتاشر ما ان الناس دايما ما بتتفائلش بالرقم لكن احنا ما عنديناش الافكار دي فلا السنة دي عدد الافلام اللي وصلنا عدد كبير اعتقد الافلام اللي وصلت حوالي 280 فيلم ما بين رواقي طويل وتسجيلي طويل وقصير رواقي وتسجيلي وافلام رسوم متحركة وافلام طلبة اخترنا في مسابقة الافلام الطويلة اتناشر فيلم بيمثلوا اتناشر دولة اخترنا في الافلام القصيرة اه خمستاشر فيلم بيمثلوا اتناشر دولة عشان فيه ثلاث افلام من مصر عندنا مسابقة الدياسبورة او افلام الشتات ودي مسابقة مهمة جدا ومميزة اللي هي الافلام اللي بتنتج خارج افريقيا لمخرجين او صناع افلام من اصول افريقية او مخرجين من العالم من خارج افريقيا بيعملوا افلام عن افريقيا موضوعاتها افريقية ومكانها افريقيا فدي افلام مسابقة افلام الدياسبورة فيها خمس افلام فيه مسابقة افلام الطلبة المصريين فيها اتناشر فيلم بيمثلوا اه معهد السينما وعدد من الكليات والمعاهد اه والجامعات اه اللي بتدرس اه سينما في مصر اه طبعا فيه افلام اه بانوراما الفيلم اه المصري الجماهيري ودي اه يمكن سابقة بيعملها مهرجان القصور بقاله خمس سنين هو الاول فيها انه يعني الفيلم الجماهيري او التجاري او الربحي هو بيحتاجه الجمهور العادي انه يتفرج عليه فاحنا بدأنا نعمل دوت ان احنا بنعرض الافلام دي واغلبها بيبقى افلام كوميديا او اكشن وبتعجب الجمهور جدا جدا في الاقصر ثالث ازمة الفيلم الطويل الموجودة لسه لم تحلى حتى الان واحنا بنتكلم ولكن في الفيلم القصير عندنا ثلاث افلام مصرية لا لما بنعلنهم في المؤتمر الصحفي هنعلن كل الافلام وطبعا بقلت البانوراما الجماهيرية دي فيها اربع افلام طويلة وفي مسابقة افلام الطلبة اتماشر فيلم كلهم افلام مصرية ده الحضور المصري السنة دي احنا الشعار هو افريقيا كل الالوان في الفترة الاخيرة بقى فينا عارات حوالين لا افريقيا للسود افريقيا للبيد لا الحضارة الفرونية دي حضارة عملوها ناس غير الفراعنة او عملوها ناس من لهم بشرتهم غامق يعني في بعض الاكاذيب وبعض الضلالات كده موجودة في دول بصفة خاصة امريكا فاحنا مش هنرد على ده لانه ده حاجة سبتة تاريخيا يعني والكلام فيها يعني مش مجدي خالص احنا مصر ده حضارة فرونية اول الحضارات واكبر الحضارات بس بنقول انه افريقيا جواها كل الالوان في السنة دي بنتكلم عن برضو السينما في مالي في ندوة عن كتاب صافي فاي عملو نجيب ثانية ونجيب ثانية ده ناقد سنغالي وكمان في مقدمة عملها ابراهام تيرنو وبرضو ناقد واكاديمي سنغالي ده كتاب مهم جدا هنقشفنا احد الندوات في كتاب عن خير بشاركة واحد من رواد الوقاية المصرية الجديدة والدورة بتحمل اسمه والكتاب بيعملو صام زكريا الماقد الكبير على صام زكريا هيصدر السنة دي يعني مهارجا اللقصة هيصدر كتابين بالاضافة لخمس نشرات اعتقد انه ده طبعا بالاضافة الى الورش المحلية فيه طبعا البوستر عملو الفنان العلامي محمد عبلا التشكيلي الكبير ومحمود اسماعيل بيشتغل على الهوية البصرية للدورة التلتاشر لقصر عنده شكل سابت اللي بيبدأ بالذهبيات من الفندق الى المعبد وده كان بيتم في احد المعابد في الوقصر لانه مافيش اقوى من الحضارة الفراونية ومافيش اقوى من رسالة فنية وامنية وسياسية وتاريخية وسياحية اكتر من انك تطلع من احد المعابد في الوقصر على الهواء مباشرة لكل العالم فنتحرك بالذهبيات مع فرق فنون شعبية الى المعبد وفي المعبد هيبقى فيه فقرة عن فلسطين وفقرة فنية اخرى احنا يعني بقى خلاص يعني اعتدنا انه دايما عندنا ان احنا نشتغل في حدود بجت محدود قوي بنعاني منه طول السنين يمكن اول دورتين تلاتة كان البجت حالته افضل احنا بقى لنا ست سنين البجت هو هو الميزانية هي هي الدعم الحكومي هو هو وعلينا ان احنا نتصرف بدعم من قطاع خاص او محلي او مجتمع مدني وان احنا نقدم نفس الجهد ونفس حجم المهرجان مع انه الاقامة في الفنادق والطيران اصبح السعر مش تضاعف بقى تلات اضعف فبالتالي بنعاني جدا جدا ازاي نعمل مهرجان كبير وما نقلش عن نفس المستوى بتاعنا احنا بننافس مع مهرجانات مهمة في العالم للسينما الافريقية فمش عايزين نقل مش عايزين نضعف فبالتالي بيبقى هي الازمة انك تحاول تجيب ميزانية للمهرجان او تعمل المهرجان في حدود الميزانية الضعيفة جدا اللي عندك بشكل كويس وده بيحتاج يعني خبرة مؤينة اعتقد ان احنا اكتسبنا اشتركوا في القناة